الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان اليوم الدين أما بعد دي حلقة أخرى من سلسلة الردود على المدعو دكتور عدنان إبراهيم والمصيبة نحن كل زول يطلع علينا بالزات الناس اللي بحضروا دكتوراه دي إلا من رحم الله نوابقوا لكلهم لكن كثير منهم مغالبهم أول من واحد يدوا حرف الدال حتى لو أدوا له في طماطم ولا بطيخ يحاول يفتف أي حاجة يفتف الدين يفتف مصطلح الحديث يفتف القرآن في تفسير القرآن في كل شيء وهو جاهل بكل شيء فعدنان إبراهيم دا واحد منهم أنا ما عرفه دكتور فيشن واسطن ولا يهموني كثيرا لكن نشر مقاطع كثيرة في اليوتيوب وفي الانترنت وأنكر فيها أشياء معلومة من دين الإسلام بالضرورة وأشياء من عقيدة المسلمين الثابتة التي لا تتزعزح إن شاء الله تعالى في قلوب الصادقين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وعدنان إبراهيم دا يشبه الترابي شبه شديد جدا جدا في أفكاره لكن دا بس حافظ له شوية أشياء وشوية نصوص وأدلة إلا أن الترابي ما حافظ حاجة بس دا الفرق الوحيد لكن نفس الأفكار ونفس الأشياء البنكرة الترابي بنكرة عدنان إبراهيم هذا المبتدع الضال الليلة حنناغش إنكاروا لمسألة نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة وفي نفس المقطع أنكر نزول المسيح وأنكر ظهور المهدي وأنكر ظهور المسيح الدجال لكن نحن في كل حلقة ناخد نقطة واحدة حتى يسهل الرد عليها ومناقشة كاملة إن شاء الله تعالى وحتى يسهل مشاهدته والاستماع عليها للجميع تكون في دقائق معدودة قال عدنان إبراهيم قال إياك ثم إياك أن تقول أن نزول المسيح وظهور المهدي المنتظر وظهور المسيح الدجال إياك أن تقول أنها من أصول الاعتقاد فمن لم يقر بها فهو كافر وفي الآخرة في جهنم قال هذا غير صحيح بالمرة كونك تعتقد أن هذه الأشياء من أصول الاعتقاد وأن الذي لا يؤمن بها كافر قال هذا غير صحيح بالمرة إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول أنها من أركان الدين من أصول الاعتقاد يجري بها الابتلاء والاختبار في الدنيا وفي الآخرة فمن لم يقر بها فهو كافر وفي الآخرة فهو في نار جهنم غير صحيح بالمرة غير صحيح انتبهوا أول حاجة ده من أصول الاعتقاد ومن مسائل الإيمان والدليل أنا أذكر الدليل الزكر عدنان ذاته دكتور عدنان داش نوريك وما فاهم أصلا ولا فهم الأدل الحافظة كالحمار يحمل أسفارا قال قال لأنه ربنا سبحانه وتهو قال كده قال في القرآن ربنا أمرنا بالإيمان بالله وبالكتب وبالملائكة وبالرسل واليوم الآخر والقدر خيري وشري قال دي ستة أركان قال نزول المسيح عيسى بن مريم ما فيه ولا المهدي ما فيه مهدي المنتظر ولا المسيح الدجال ما فيه قال دي ستة ما سبع ما فيه لا فيه ربنا قال تؤمن بالرسل صح لما صح طيب مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بنزول المسيح عيسى بن مريم والإيمان بظهور المهدي المنتظر والإيمان بظهور المسيح الدجال ومما دعت إليه جميع الرسل والأنبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا المسيح الدجال قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال ما من نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب وإني أحدثكم حديثا عنه ما حدثه نبي عن قوم لقومه إنه أعور إن ربكم ليس بأعور رواه البخاري لكن المصيبة إن عدنان إبراهيم ده ما يؤمن بالبخاري ولا يؤمن بمسلم ولا يؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها إلا ما وافق هواه ضيطر كتل ترابي أنا سمعت له كثير جدا يقول لك ما فيه حديث تعارضوا إلى حديث القرآن وتكذبون القرآن وإلى آخره لكننا من نلقى حديث بيقدم هواه في ظنه الباطل بيمسك شنو بيمسك الحديث وقل له قال رسول الله طيب ده سبت كيف ده سبت كيف ده مما يدولنا الرجل صعب هوا والرجل رجل دجال وزول مجرم بس طيب أولا هذه المسائل من العقيدة هنمسك مسألة واحدة قلنا نزول المسيح عيسى ابن مريم طيب أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى ذكر نزول المسيح عيسى ابن مريم في القرآن الكريم قال تعالى في صورة الزخرف ده تفسير ابن كثير حقر لك الآية وحقر لك بعد ذلك تفسير السلف وما نقلوه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة والسلب الصالح بذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم الآية رغم واحدة وستين من صورة الزخرف طيب وإنه لعلم للساعة دمنا وده شنو زائد الكلام طيب نشوف العلم قالوا شنو في هذا الكلام طيب قال ابن كثير وقوله وإنه لعلم للساعة تقدم تفسير ابن إسحى أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه السلام من إحياء الموت وإبراه الأكمه والأبرس وغير ذلك من الأسقام وفي هذا نظر قال القالوا كذا هذا كلام فيه شنو نظر يعني ما صحيح قال وأبعد منه ما حكاه قتادة يعني ده برضو باطل القول ده عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أن الضمير في قوله وإنه عائد على القرآن قال ده كل خطأ بل الصحيح ابن كثير قال الصحيح أنه عنده أذين من السنة على هذا الكلام قال بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام فإن السياق في ذكره السياق يعطو سياق الآية شوف الآيات من البداية ربنا قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل كلام ده كله عمنا يا جماعة عن عيسى بن مريم الآية القبليه ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة بعد ذاك جات الآية يعني الكلام أصلا عن عيسى بن مريم والآية دي وإنه لعلم للساعة تتكلم عن يوم القيامة يعني فيجي بيحصل في خبر عيسى بن مريم مختص بيوم القيامة هو شنو؟ ابن كثير حيدينا الأدلة على أنه هو شنو؟ طيب قال وعدنا أن دا ذاته السجمع أن دا ذاته دا لمن يذكر حاجات داري اللي بيس بيها على المسلمين يقول لك غالة فلان وغالة الغرطبي وغالة الطبري وذاته ولمن أهل السنة يذكروا كلام أهل العلم نفس الزكارمهم لكن بعارة هواه وأفكاره اليهودية الباطلة اللي بيحملها في رأسه يقول لك لا تشغلون بكلام غالة فلان وغالة فلان وإن تبدئ سجدل به طيب لكننا ما بنستدل بكلام غالة فلان وفلان لأنهم فلان وفلان لأنه فلان وفلان جابوا كلام القرآن وكلام السنة لو ما جابوا كلام القرآن والسنة يا دكتور عدنان ما بنستغل بكلامهم ذاته لأنه عندنا في مسهب أهل الإسلام كلام العالم يستدل له ولا يستدل ولا يستدل به ففهم هذا يا دكتور قال قال ابن كثير بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام فإن السياق في ذكره في ذكر عيسى سياق الآيات ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة المراد قال إنه لعلم لساعة نزول عيسى قبل شنا جماعة يوم القيامة كعلامة لعلامات الساعة وده الأنكر عدنان إبراهيم والترابي قبحهم الله طيب قال كما قال تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وده آية ثانية ابن كثير جاء لك من القرآن الكريم تدل على نزول المسيح عيسى بن مريم وعلى شيء حقا له كلام ابن كثير برضو في الآية قال أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام أن عيسى لما رفع أصلا ما مات ولحد الليلة ما مات حينا كلام السلف أحد السلف أقسم بالله قال إنه حي عند الله وينزلهم القيامة وذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع شوية قال ثم ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة أي أمارة ودليل على وقوع الساعة قال مجاهد وإنه لعلم للساعة أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاة وغيرهم وقد تواترت لأنه عدنان البليد قال الأحاديث بتاعت نزول المسيح دي باطلة كذب يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ليه قال قال لأنه أحاديث أحاة إنه كثير قال ليه كذاب كذاب قال وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عدلا وحكما مقصطا إلى آخر ما ذكر ابن كثير حديث متواترة ابن كثير ذكر على حديث وين في المجلد رغم اثنين من تفسير ابن كثير في تفسيره لصورة النساء الآية مية خمسة وخمسين لمية تسعة وخمسين وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته والآيات ذاتة جات في صياغ مناجة معه عيسى بن مريم طيب قال ثم قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام ولا شك أن هذا الذي قال ابن جرير رحمه الله هو الصحيح لأنه المقصود من صياق الآية في تقرير بطلان ما دعته اليهود من قتل عيسى وصل به الناس اللي يقولوا عيسى مات الترابي وعدنان إبراهيم وجماعة ديل ابن كثير قال لك ديل عقيدة ديل عقيدة معقيدة شنو؟ اليهود رأى أنه ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم أما الآية الفهمينها غلط الدكاترة الما قالوا أي حاجة من الدين ولا من العلم الشرعي ديل الآية بتاعت إني متوفيك ورافعك إليه الوفاء هنا يعني النوم لأنه ربنا قال وهو الذي يتوفاكم بالليل بالليل الله قال أي زول بيتوفى بالليل أي زول ربنا بيتوفى بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلو ما جرحتم بالنهار طيب قال في تقرير بطلان ما دعته اليهود من قتل عيسى وصل به وتسليم من سلم له من النصارى الجهل بذلك فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعوا إليه وإنه باق حي باق شنو؟ حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة شفت الكلام ده كيف؟ سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ثاني قال ابن كزير المتواترة شفت كيف؟ المتواترة التي سنورد وإن شاء الله قريباً فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزء يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان ليه؟ بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف إلى آخر يلا الحاديث المتواترة دي وين؟ إنه كزير زكالة لك بيطوالي بعد صفحتين من كلامه قال ذكر لحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء يعني درد على الفاشل عدنان إبراهيم طيب في آخر الزمان قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال البخاري رحمه الله وهنا نجيف عدنان بيقول لك قال البخاري قال البخاري قال مسلم ده كله كذب 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 طيب لو الحكاية بقت رجالة عدنان كلامه كله كذب 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 ما رجاله هي علم انت أثبت لك قول لي الحديث ده في إسناد في فلان في إسناد في فلان ودفلان ده كذاب أو مدلس أو يهم كثيرا أو 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 أجرح لي بمسببات الجرح الوضعه العلماء إذا عدنان قال أنا ما مسلم بالأسانيد ولا بعلم الجرح ناقض نفسه بنفسه ليه لأن أنا بسمع لعدنان الفاشل ده ذاته مقطع بيرد فيه بينكر فيه عذاب القبر اسم عذاب القبر حقيقة أم خرافة لعدنان ذاته المجرم ده ذاته بيذكر أسانيد ما البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي أسانيد حقته كلمته أمه وحبابته في الحلة أحضر المقطع المشار اسمه قال لك والله قال حدثني أخي حدثني قال الرجل عن أخيه وحكال له قصة قال أنا كان عمري 11 سنة وفي وين فلسطين وين وين ما أعرف القصة الثانية قال حدثتني إمرأة كانت جارتنا قال كبيرة عجوزة قال طيب دا نصدقه كيف وما نصدق البخاري دا سما إسناد لكن إسناد رجاله نساء عند عدنان إبراهيم المجرم وكلهم كذبين وكذب طيب قال قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول النزول عيسى بن مريم عليه السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب ورين واحد في ذلك ضعيف يا عدنان تقدر تقدر طيب قال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا لحظة الحديثة إن الرسول حلب بي الله إن عيسى نازل وعدنان يقول عيسى ما نازل لأنه هو دكتور عدنان فمن تصدقون كلام الله الذي جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أم كلام عدنان المبتنع المبتدع الضال الهالك كلام من صدقه النبي عليه السلام قال والذي نفسي بيده حلب بي الله ليوشكن أن ينزل وشو المؤكدات دي كتير كيف أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة وقرأ إن شئتم قول الله تعالى يعني أبو هريرة حتى ذا كذبت الحديث يا عدنان عرفتك الأمين أبو هريرة قال لك في آية من القرآن وقرأ إن شئتم وده براو يكفي شفت الدليل ده براو يكفي لأن أبو هريرة سدللك بالسنة وقال لك دائر دليل تاني من القرآن هو ده قال وقرأ إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وهل أهل الكتاب آمنوا به لحد ما الله رفعه آمنوا به كلهم ما آمنوا به يبقى لابو دي جيراجع والموجودين الوكد داك لمن ينزل حيؤمنوا به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا قال وكذا رواه مسلم عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب به وأخرجوا البخاري ومسلم أيضا من حديث سفيان ابن عيين عن الزهري به وأخرجوا من طريق الليث عن الزهري به وروا ابن مردويه من طريق محمد ابن أبي حمص عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل القنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض الماء يكون السجدة واحدة لله رب العالمين قال ابو هريرة وقرأ إن شئتم ذكر الآية وذكر حديث كثيرة جدا ابن كثير رحمه الله وتعالى في إثبات ذلك في شبهة ودهات عدنان إبراهيم ما جابه في المقطع ده أظنه ما حافظه لم يجيب الترابي اللي هو صنو وشبيه لعدنان إبراهيم الترابي بيقول كون نثبت إن عيسى نازل معناة أثبتن إن في رسالة بعد رسالة محمد ونبوة ونبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي رد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم شفت السنة دي كاملة كيف رد عليها زمان في حديث البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وأمكم منكم وأمكم منكم قال أحد الرواة هو ابن أبي ذيب أتدري ما أمكم منكم أي أمكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم من هو محمد صلى الله عليه وسلم إذا عيسى هو نبي ورسول صاح لكن ربنا رفعوا ورسالة انتهت قال كانت لبنى إسرائيل لأنه ربنا قال بنص القرآن ورسولا إلى من إلى بني إسرائيل الرسالة كانت خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قد قبلي وذكر من الخمسة كان النبي يبعث لقومي خاصة وبعثت أنا للناس عامة إذا رسالة عيسى أصلا كانت لبني إسرائيل تحديدا عرفتها الوقت ذاك انتهت وربنا رفعوا وربنا قال ورسولا لبني إسرائيل لكن لما نجي نازل النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمكم منكم أمكم منكم يعني بكتاب الله القرآن وليس الإنجيل وبسنة نبيكم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي عيسى تابعا ومجددا ومحيا لدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش هيجي رسول جديد بعد النبضة صلى الله عليه وسلم شاني يجي الترابي يقول لك ربنا قال ولك رسول الله وخاتم النبيين والترابي ما بكره الآية زاته صح بقراب المعنى أي آية في الغالي بقراب المعنى لأنه ما حابس القرآن ولا حابس آيات مخ ما فاضي من الدسايس والبلاوي الصادبية الشعب السوداني وعدنان ده ده ركرنا نفس التجربة لكن ما بنخليك عدنان ونتمنى من ربنا يلمنا معاك في مناظرة آه عشان نجغمك ونجغمك دخل يفهموا لك السودانين الهناك نجغمك دخل ما تقيلة جدا يا بليد طيب أحاديث أخرى في إزباد نزول المسيح ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين في صفحة ستمية وطلتاشر من كتاب رياض الصالحين يذكر الإمام النووي ويسند للكتب الأصلية وطبعا كتاب أصلي ده ما معناته في كتاب تقليد دكتور عدنان كتاب أصلي يعني أصلي وكتاب آخر فرعي فالبخاري ومسلم ده يسمونهم أصليات وراد الصالحين بيسمون فرعي لأنه بيأخذنا البخار ومسلم ودود وكذا أكتب معاك طيب حديث رغم 1817 عن النواسي بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل إلى أن قال وذكر شأن الدجال الشاهد من الحديث الطويل جدا قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح بن مريم قال له عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا تأطأ راسه قطر وإذا رفعه تحذر منه جمان كلولو فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلبه يطلب منه المسيح الدجال ده عيسى بن مريم يطلب المسيح الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث كثيرة جدا زي ما أقل ليكم كثير هي حديث بلغت حد التواتر ونحن دائرنا سأل ذاته عدنان هل يعرف المتواتر يعني شنو عدنان ترابي سجم رماد ورون الكلام ده يا مسلمون النبي عليه الصلاة والسلام قال عيسى نازل وعدنان المجرم البليد قال ما نازل فمن تصدقون ما تسمع ساكت أي زل خنق نفسه وطلع من بر وصار يرغي ويزبت الناس اسمع عليه وينشر ما كعطعه هذا الرجل رجل ملحد وانا حلاقه ملاحقات تقيلة جدا والحلقات دي حتكون طويلة معنا الإخوان إن شاء الله تعالى كلهم حيردوا على زلنا إن شاء الله تعالى إلى اللقاء في حلقة قادمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والي وصحبه جزاكم الله خير بارك الله فيه وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان